السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول اعمل لنا مقارنة بين الانسكيب والتون موشن وتنصح من واحد فيه. طيب الاتنين بعمله ننضرب شكل هال جدا ونقدر نحن ناخد الشغل من برامج البن ونكمل على الانسكيب والتون موشن. فالاتنين ممتازين جدا. انا بشتغل في الانسر بالاتنين. طيب الانسكيب هو سهل في الاستخدام وواجهة بتاعته اسهل. يعني لو بين كاربن وبين التون موشن الاتنين سهلين. لكن نسبيا الانسكيب الواجهة بتاعته اسهل بكتير. فلو واحد ممتدئ يخش على الانسكيب. الانسكيب يتكمل بسهولة مع ريفت والسكتش أب والرينو. فهو مثالي للناس يتشغل بالبرامج ديه. وهو يعتمد على فكرة الرندر في الريل تايم يعني في الوقت الحقيقي. فانت بتشوف التغيرات على تورد اول ما بتعملها. المكتبة بتاعته محدودة مقارنة بالبرامج الاخرى. لكن في الجودة التون موشن الجودة بتاعته افضل. انا بشتغل بالاتنين وبش متحيز لحاجة. لكن حسب شغلك مع التون موشن. بالذات في عشرين اربعة وعشرين. الادة بتاعه ممتاز جدا. كجودة لا انا على طول ارشح التون موشن. بالذات لما اضافه اليومن. اختيار اليومن ده. وان كان بشتغل على الاجهزة القوية جدا. لكن اختيار قوي جدا. طيب التون موشن بمتاز بجودة افضل للتفاصيل اكثر وقعية. بزات في الاضاءة والزلوية. المكتب تحته اكتر بكتير. وفيها تفاصيل كتيرة جدا. انا بقول لك انا مشتغل بالاتنين. فعرف المقار بالاتنين. الاعدادات في اعداد اكثر تقدما وتفصيلا من الانسكيب. فهو احترافي اكتر. وهو بتكامل برضو مع الريفت والسكتش اب. وهو يعتبر اخ لانريل انجين. لان هما الاثنين نفس الشركة. فبيديك ممكنات افضل بكتير. فمنحنا التعلم هتلاقي الكورس بتاع الانسكيب والتون موشن. الاثنين موجودين. فلو انت بتدار على حاجة سهلة. تتعلمها بسرعة. عايزت خلاص حاجة بسرعة. ممكن تدخل في الانسكيب. لو انت عايز جودة عالية. روح ليه التوين موشن. دي المقارنة بين الاثنين.